عندك القدرة على اتخاذ القرارات ده اشوف من بعد ازمات ما ريت بيها بالسابق صارت عندك نوع من القوة انت بالفترة الحالية مستعيز قوتك وهذا شي مخليك تحاول تسيطر على كل الامور اللي موجودة حاليا بحياتك البعض منكم ممكن يكون بالفترة الحالية اكون موضوع ازر شاغلة او اكون تأثير من شخص كبير بالعائلة ممكن يكون طاقة اب متسلط او طاقة ام هذا الشخص الكبير بالسن قاعد يحاول يفرض سيطرت عليكم اوفد سلطة معينة ده يحاول انه يفرضها عليكم بالفترة هاي او الفترة الجاية راح يكون سيطرة هذا الشخص الموجود بحياتكم كبيرة راح يكون الى تأثير بالفترة جاية او خلال هاي الاسبوعين ممكن تنتطاق تلحد نهاية الشهر بس ده اشوف انه انتو طاقتكم بصورة عامة حلوة ادكم قوة بهاي الفترة ادكم اتخاذ للقرارات واقو موضوع مسيطر عليكم اقو عدكم نجاح اقو عدكم تصميم على موضوع معين انتو تردون تنتصرون بممكن يكون هذا الموضوع موضوع عاطفي او ممكن حتى يكون موضوع عملي اذا اشوفوا بهاي الفترة انتو ده تحاولون وتركيزكم كله على اساس هذا الموضوع ده تحاولون تسيطرون على موقف معين او وضع معين موجود بحياتكم بهاي الفترة بدون ما تضمون يعني انتو مضطرين انو تتخذون قرار بس هذا القرار راح يكون صعب والقرار لازم اكو طرف من الاطراف تتأثر بيه هنا طرعهم عندي ورقة عائلة ممكن تكونون يعني هذا القرار اللي لازم تتخذونه قرار يخص العائلة بصورة عامة او ممكن يخص وضعكم انتو او شخص من العائلة موجود يعني او طاقتك بالفترة الحالية شخص من محيطك وطاقتك مؤثرة بيه كهوية ممكن يكون ايب ممكن يكون او ممكن يكون اخ اكبر فاللي ده اشوفه انو طاقتك العامة بفترة الحالية هو اكو وضع ده تحاول تسيطر عليه وباقصى ما عندك من القوة ده تحاول تسيطر على هذا الوضع بفترة الحالية يتقدم بيك حتى ما بدون ما اتأثر على الناس اللي موجودة بمحيطك او بدون ما تظلم احد بالقرار اللي راح تتخذه انت الان بجلسة اتخاذ القرار ده تحاول تتخذ القرار بس القرار يكون عادل وما بيظلم التحدي اساسا اللي قدامك هو الاتزان ونفس الوقت اعطاء الحق لصاحبة انت ما ده تريد تظلم شخص وياك بهذا القرار اللي راح تتخذه فحتى التحدي اللي قدامك طلع لي انو انت تستعيد توازنك تحاول توازن الامور تحاول تتفائل بالفترة الجاية يكون عندك صبر لان عندك طاقة تسرع بهاي الفترة وطاقة عناد وطاقة تسلط ويعني طاقتك نارية كلش رغم انو انت برج ترابي وبرج هادئ من اهدئ لابراج هو برج العدراء ولكن طاقتك بالفترة الحالية اه صايرة طاقة نارية او ممكن يكون هذا الشخص اللي انت ده تفكر او تحاول تتخذ القرار بشأنه هو شخص برج ناري خاصة ده تعم برج القوس طالع عندي واضح وبرج الحامل ايضا موجود فممكن انت تكون قاعد تفكر بشخص طاقة نارية وهو اللي مسيطر عليك بالفترة الحالية ده اشوف ده تفكر انو تتخذ خطوة انت ناوي تتخذ خطوة او تقرر القرار سواء كان هذا القرار ممكن يكون عاطفي او ممكن يكون ماندي لان هزا ده اقرب طاقة العامة مدى اقرب بصورة محددة على العاطفة او العمل هاي الطاقة العامة اللي ممكن تسيطر عليك هذا الشهر فاللي ده اشوفها انو امورك بداية هذا الشهر من بدت وهسا شوية راح يكون بها نوع من الصرامة القوة بس تبدأ شوية الامور تتوازن وتتحسن بالفترة الجاية يعني نهاية هذا الشهر بكل الاحوال ده اشوف امورك زينة يعني ماكو شي ممكن يعكر مزاجك بهاي الفترة على الصعيد العملي امورك ده اشوفها كلش تمام كلش حلوة ممكن البعض من عدكم منتظر مبلغ مالي هذا المبلغ المالي راح يجي فجأة مبلغ مالي راح تفرح به وايا اكو مبلغ مالي راح يجيك مثل المساعدة من شخص او يعني رزق رب العالمين كاتب لك ياه راح يجيك فجأة انت ما بتوقعه نفس الوقت البعض من عدكم ده شوف الناس اللي عندها شغل اساسا يعني اا اكو ترقية بالعمل انت منتظرها بس الشخص اللي مأخرها عليك شخص مسؤول اكبر من عندك صار لفترة يأجل بهاي الترقية او انت ده تحس ان هاذا شخص شوية قراراته اا ظالمة بالنسبة لك الهسبب انت قاعد تدور على العدالة فممكن البعض منكم هذا الوضع يكون مادي ممكن الشخص اللي موجوده اياك بالدوام اللي مرتبت على من مرتبتك اا قاعد يظلمك بهاي الفترة او ده يأثر عليك هوا يفرض عليك حمل ونفس الوقت يعني ده تحس انه مادة تاخذ مقابل المجهود اللي موجود عندك الهسبب ده اشوف عندك انتقال اكو عندك انتقال سريع اكو عندك ترقية متاخر عليك صار لها فترة بالفترة الجاية اكو ترقية اليك اكو خبر حلو على الصعيد المادي البعض منكم ده اشوف اكو عرض عمل راح يجي ممكن راح يفكر انه يشتغل بشغلتين بالفترة جاية برج العدرال بعض منكم بالعمل ده اشوف راح يبلش بشغل جديد وهو اريد عنده شغلة يعني مثل شغل حكومي وشغلة ثانية اهلية وراح تحاول انه توازن بين هاي العمليين هو هاي العمليين ده اشوفهم راح يسببوا لك انه ضاحة مادية مثل من وضعك المادي يعني راح يستقر وراح يتوازن ولكن انت راح شوية تتعب بهذا الشغل راح يصير عندك نوع من التعب وراح تلتهي فحتى الامور العاطفية ده اشوف انه من الفترة الحالية انت مو هل قد منضيها اهتمام زايد يعني اهتمامك اغلبة كان على موضوع معين ببالك او حتى ممكن يكون مشروع انت ده تحاول تشتغل عليه بالفترة الجاية وتريد تمشي به فاذا كان عندك مشروع مقرر انه تسوي ده اشوف الفترة هاي كلش حلوة وهذا المشروع راح ينجح وراح يسبب لك وفرة مالية المهم اكو مبلغ حلو راح يجيك بهاي الفترة مبلغ مالي هاي على الصعيد العملي على الصعيد العاطفي لبعض من عدكم ممكن يكون عانى من ازمة صحية وكان عنده يعني او اما هو سافر على موض ازمة صحية وتعافى من عدها كان مارب ازمة صحية وسافر للعلاج وهسا رجع من تعافى منها او لبعض منكم ممكن عنده ازمة صحية طبعا الوضع الصحي ممكن يشمل لك انت وممكن يكون طاقة شخص انت بمحيطك بس انت يعني شلون اه شاي الهمة بهاي الفترة فده اشوف احتمال يكون عندك سفر او انت منتظر سفر يخص علاج موضوع صحي موضوع ترفية حتى اذا كان يشمل ايضا يعني تاخد رس تستراحة تروح سياحة فترة تغير جواه تنسى ضغط الشغل او حتى يعني نفسيتك تعبانة فتطلع تغير جودة اشوف عندك سفر بس السفر الاغلبية من عدكم يكون سفر غرض علاج غرض شفاء غرض زيارة احد ممكن يكون مريض طبعا السفر من تطلع الورقة مشارط يكون السفر خارج الدولة ممكن يكون يعني السفر من محافظة لمحافظة مثلا انت بمحافظة شخص ثاني بمحافظة ثانية فانت راح تروح تزور مريضة عندك زيارة مريضة بهاي الفترة ده اشوفها وبس هذا المريض راح يتعافى يعني او ممكن هو مريض وتعافى وانت راح تروح تزوره ده اشوف قلت لك انه تفكيرك بهاي الفترة هو اكو اختيار انت لازم تتخذه وهذا الاختيار او حتى القرار اللي لازم تتخذه بي صعوبات وراح ياثر على طرف من الاطراف الاسباب التحدي اللي عندك انه انت تعدل انه انت توازن الامور ممكن البعض منكم يكون عنده علاقة ثلاثية فده يحاول يتخذ قرار ما بين شخصين وخايف انه الطرف من الاطراف ينظلموا بهاي المعادلة فده اشوف انه اه عندك اختيار لازم تتخذه عندك انطلاقة جديدة راح تكون وده تحاول تسيطر على اوضاعك بصورة عاملة انت ده تحاول تكون مسيطرة بهاي الفترة وسيطرة موجودة عندك ولكن خف شوية من الحد بالتعامل يعني احذر انه انت تجرح الناس بالكلام اللي موجودة حاليا بحياتك يعني حاول شوية تتعامل بين الوضاع لا تحاول تسيطر على كل الامور لان هذا الشي راح يسبب لك تعب جسدي وتعب نفسي وممكن حتى تخسر او تغلط بحق ناس هما ما لهم ذنب فطاقتك شوية ده اشوفها كلش نارية وكلش قوية بهاي الفترة ده اشوفك انت اساسا مستعيد قوتك وهذا الشي حلو بس لا تخلي اثر على تعاملك والناس الوضع العاطفي البرج العذراء بهاي الفترة ده اشوف انه انت ما اخذ طاقة الساحر انت بالفترة الحالية هواي ناس قاعد تنجذب اليك وهواي ناس قاعد يعني عندك كارزمة معينة ده تحس انه يعني انت بالفترة الحالية عندك كل المقاومات اللي تخلي اي انسان يتقرب من عندك وينعجب بيك بهاي الفترة ده اشوف اكو شخص كاتم مشاعر اتجاهك بهاي الفترة متردد انه يجي ويفصح لك عن هاي المشاعر هذا الشخص هو موجود حاليا بمحيطك بس انت انت نفسك ده اشوفه بهاي الفترة عندك تناقض انت مبين للناس انه انت الانسان القوي اللي ما تهتم الاحد ما تهتم الفراغ ما تهتم الشخص ما معجبه بشخص ما تحب بس يعني انت مبين للناس طاقة المجشن بس حقيقتك بالداخل انت الكوينوفكوبس انت مليئ بالمشاعر ومليئ بالحمنية وطيب قلبك طيب بس انت ده تراوي الناس الوجه المو حقيقي يعني انت تعاملك بالفترة الحالية انت مثل اللي صاير عندك ازدواجية بالشخصية لان هوي طلعت له شي ورقة انت تتحاول انه تفصل بين الابيض والاسود تتحاول داما توقف بالنص وقراراتك تتحاول انه تتخذها تكون صارمة يعني فاذا اشوف عندك طاقة الجفاء شوية ممكن ويا الشخص هذا اللي معجب بيك او حتى ويا الحبيب بس ان هسا ده اقرأها يقرأ يعني اغلبيتها ممكن تكون للعزاب فبداية راح احكي على العزاب ده اشوف انه هاي الطاقة عندك انت اكو شخص معجبي فعلا ومشاعرك كلها اتجاهها كلك حب ومشاعر بس هذا الشخص من يجي يحكي وياك انت تتعامل وياه بجدية وممكن ما تنطي يعني شون ما تنطي وجه من يجي يحكي وياك ما تبين له هاي المشاعر تبين لانه انت ما مهتم لأساسا رغم انه هذا الشخص الموجود انت معجبي وهو بكل المواصفات اللي انت تحبها ممكن يكون هذا شخص برج السرطان عندي برج القوس برج الاسد برج العقرب موجود برج الدلو ايضا موجود هنا انا يمنى وبرج الحمل فاين كان البرج اللي تتعامل سواء كان هذا البرج او غير برج بس هي طاقة النارية ممكن تكون هاي يعني ممكن تكون تتعامل وياه شخص طاقة النارية ممكن حمل ممكن قوس ممكن اسد لانه ايضا الطاقة النارية غالبة عليك بهاي الفترة وعندك نوع من الغضب يعني اكو موضوع مسببلك هاي الطاقة طاقة الغضاب طاقة الادوانية شوية وطاقة التسرع انت بطبعك برج ترابي المفروض انه تكون طاقتك طاقة ترابية مستقرة مو مثل الطاقة النارية فبالفترة الحالية ده اشوفك ماخذ الطاقة النارية الطابع الناري لا تستعجل هواية بقراراتك الناس اللي مرتبطين ده اشوف انه انت والحبيب بالفترة السابقة مريتوا بمرحلة زعل صاير ببيناتكم زعل وهذا الشي خلاكم يعني شوية من عزلين واحد عن الثاني ممكن يكون الشريط كانت عنده مشاكل بالاسرة مشاكل عائلية فهذا الشي كان مؤثر على علاقتكم ده اشوف انه هذا الحبيب من بعد ما كان صار له فترة مختفي وده يحاول يسيطر على مشاعره ويحاول ما يجي يحكي وياك راح يتخذ قرار هنا عندي برج الاسد برج الجوزاء برج الحمل موجود من بعد ما صدك او ممكن تقول انت صديت ده اشوف هذا الشخص راح يرجع يتواصل ياك مرة ثانية المرتبطين ده احكي يعني وبينهم زعل المنفصل لاحظوا الكلام اللي ده اقوله مو المنفصلين بعدين كتبو المرتبطين وبينهم سوء تفاهم او زعل ده اشوف اوضاعكم راح تكون في تحسن بالفترة الجاية هذا الشخص ده اشوفه راح يرجع ممكن يجيب لك هدية ممكن يعتذر منك اكو حب بيناتكم متبادل البعض من عدكم هذا الشخص راح يفتحوا ياك موضوع زواج او انتو حاليا بفترة خطوبة او فترة زواج وكان صاير بينكم سوء فيهم بس ده اشوفوا الامور راح تتعدل بالفترة الجاية ببيناتكم لان هذا الشخص ده اشوف كان احتمال عنده اهتمامات تخص مثلا العمل او شي فكان شوية وضعه وياكم مو تمام اهتمامه شوية قليل لانه مركز على العمل بس ده اشوفه راح يرجع هذا الشخص مشاعر اتجاهك انه الشريك ده اشوفه هو بالفترة الحالية يتمنى انه ياخذك ويسافر تبتعدون عن كل الناس تعتبدون يعني المشاكل اللي موجودة بحياتكم خاصة ده كانت عندكم مشاكل عائلية فده اشوف هو يتمنى انه بالفترة الحالية ياخذكم ويسافر يطلقكم من هاي المشاكل ويعاوضكم عن كل الامور اللي مرت ببيناتكم بالفترة السابقة لان احتمال انتو تكونون يعني مريتوا بغواية مشاكل بعلاقتكم فهو يريد يرجع لاستقرار لهذه العلاقة يريد يوازن الامور ببيناتكم بالفترة الجاية فانت اساسا يعني التحدي اللي قدامك هو انه تتخذ قرار فده اشوف انه انت ده تفكر بالرجوع ده تفكر بهذا الشخص هوية بالفترة الحالية ده تريد هذا الشخص يرجعلك ده اشوف انه دولي ناس اللي قدتلكم مرتبطين وصير بينهم زعل او بالفترة السابقة شان اكو مال من ناحية الحبيب بالنسبة للمنفصلين ده اشوف انه ده تفكر هواية بموضوع الرجوع ممكن ده تفكر بالرجوع من شخص هذا الشخص ممكن يكون تركك وراح خطب او راح على مود موضوع زواج متزوج ممكن يكون هو الشخص اساسا متزوج يعني فده تفكرون بيه بهاي الفترة هواية ده يغطر على بالكم ده تتذكرون الاشياء اللي صارت بينكم ده تحسون بنوع من الظلم ده تحسون انه انتو ظالمين لهذا الشخص اول عفون يعني طاقة يمكن تكون عكسية فهذا الشخص ده اشوف هو اللي ده تحسون ظلم من ناحيةه يعني هو ظلمكم الها السبب انتو ده تدورون عن العدالة ده تدورون عن الحق بهاي الفترة دون استرداد حق ده اشوف راح يجيكم خبر عن هذا الشخص هي بالنسبة للمنفصلين ويعني الطرف الثاني تركهم وراح اتزوج او دخل بخطوبة او بعلاقة بس علاقة زواج الاكثرية ده اشوف انه هذا الشخص ممكن يكون راح وتزوج صار لكم ست شهر احتمال من الفصلين او ست اسابيع او حسب يعني ممكن يكون هو داخل حسب علاقة زواج يعني اللي رادي يخطب بهاي الفترة فده اشوف انه اكو خبر راح تسمعونا راح يخليكم تستعدون التوازن والهدوء تحسون انه حقكم راجع وبكل الاحوال برج العدرة ده اشوف البعض من عدكم عنده بداية جديدة بعمل والبعض الثاني اكو بداية بعلاقة العلاقة هاي راح تكون علاقة مستقرة وبداية حلوة ده اشوف اكو شخص طاقتة مائية ممكن يكون برج العقرب ممكن يكون برج الحوت برج السرطان هذا شخص ده اشوفه راح يتخذ خطوة اتجاهكم خلال هذا الشهر من بعد ما كانوا شوية متباطئ او متردد انه هو يجي يحتي راح يجي هذا شخص يدخل بحياتكم وراح يغير لكم حياتكم ممكن البعض منكم يكون هذا الشخص يجي عن طريق يعني شلون يجيكم بموضوع زواج اول ما يحتيوا اياكم ما يطلب منكم علاقة البعض الثاني ممكن يكون علاقة هذا الشخص يجيكم ويخص موضوع علاقة وحب بس العلاقة بينتكم بالمستقبل راح تكون جدية رغم انه انت بالبداية ما راح تقتنعون بها تماما اما بالنسبة التحدي القدامك قلت لكم البعض منكم التحدي اللي قدامكم انه انتو تستعدون توازنكم ويصرعدكم نوع من الصبر والتفاؤل لازم تصبر بالفترة الحالية طاقة التسرع تركها وتأنى البعض منكم ممكن يكون اكو شخص التحدي اللي قدامكم شخص من برج القوس لازم تخلو لحد او لازم انه انتو تكتشفون داخل هذا الشخص لازم تجمعون معلومات عن شخص من برج القوس موجود بحياتك يا برج العذراء التحدي اللي قدامك انه انه انت تظهر هذا الشخص على حقيقته لانه اذا اشوف هذا الشخص من برج القوس ممكن يكون عنده نوع من التلاعب اذا شنو انت شاكب نوع من التلاعب فحاول تجمع معلومات بالفترة الجاية اندى اشوفك اساسا راح تجمع معلومات عن هذا الشخص وتحاول تعرف انه هو هذا الشخص شنو بعد ما تجمع المعلومات عن هذا الشخص راح تعرفاني شنو اقصد وراح تتأكد من هذا الشخص اذا كان هو فعلا متلاعب مثل ما انت شاك او هذا الشخص هو مو متلاعب مجرد هي شكوك ببالك فبكل الاحوال ده اشوف طاقتكم حلوة هاي الاسبوعين اكو تقدم اكو نجاح واكو عدكم عمل جديد اه الوضع المادي زين الصحي كل التوفيق لكم برج العذراء وان شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق شكرا لكم